استضافت الهيئة القبطية الإنجلية الحفلة الختامي للاتحاد الأوروبي بحضور مفتي الجمهورية دكتور شبقي علام وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر وعدد من قادة الفكر بالمجتمع يأتي هذا اللقاء استمرارا للدور الذي يقوم به منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجلية لتعزيز السلام المجتمعي في ظل تحديات وفرص العصر الراهن من تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعية هدفنا هو الحفاظ على السلام المجتمعي وعرض خبرات وتجارب المشاركين من الشباب في الأنشطة المختلفة للمنتدى بحضور خبراء متخصصين في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والأفقار وأؤكد أن المجتمعات المحلية تزدهر عندما نطلق مبادرات متنوعة لأنها أفضل وسيلة لمناهضة العنف والتطرف ويجب أن نستمر في تطلعاتنا وإبداعاتنا ونعيش جميعا في سلام بلنامج مهم جدا عمره سنتين ونص لتدريب الشباب عبر عدد من المحافظات من رجال دين إسلامي ومسيحي من إعلاميين من أكاديميين من قيادات مجتمع مدني بهدف نقل ممارسة الديمقراطية من مجرد أن تكون مفهوم نخباوي إلى مفهوم يتم ممارسته على أرض الواقع من خلال مناقشات في قضايا مهمة التأكيد على القواسم المشتركة احترام مساحات الاقتلاف والتأكيد عليها والخروج إلى مبادرات مجتمعية الهدف منها أن بناء اللحمة الوطنية وتأكيد فكرة قبول للآخر على أرض الوقت احنا بقلنا سنتين ونص من نجرب مع الهائل الكبتال الإنجليا وعايزين نعرف يعني ايه تقبل الآخر والحوار والثقافات ما بين الديانات المختلفة وازاي نحن نقدر نعمل كيان كامل من كل الأفكار وكل المعتقدات وان احنا أثناء الورش لقينا ان احنا أربع مجتمعات يعني زو فكر وعقل وكلام كويس جدا من الصحافة ومن رجال الدين ومن المجتمع المدني ومن الأكاديميين الديكاترة والأصحاب الرسال الماجستير